بسم الله أبو الإبن والروح القدس الإله الوحيد أمين مجد الأبو الإبن والروح القدس الآن وكل أولاد كلها أمين كنيسة أحبائي بتركز مفهوم معين يريد كلنا ما ننسهوش عينينا على المسيح خلي عينك على المسيح اللي عينه على المسيح على طول عينه ستروح للسماء طبيعي اللي عينه على المسيح عينه ستروح على السماء على طول أو بمعنى ثاني اللي عينه على السماء وعينه على الأبدية بالتأكيد بؤرة اهتمامه شخص المسيح والحقيقة ده موضوع كل الإريات اللي احنا سمعناها النهاردة بتركز على حتة دي فياريت ان احنا ربنا يدينا نعمة كده ولما نرجع البيت نرجع نقراهم تاني ونشوف ازاي وانت عارفين طبعا يوم الأربع سيد المسيح منزلش قرش شريم خالص قعد في بيت عينه وقعد وسط أحبائه حبيبه اللي هو بيحبوهم يعني مش اللي بيحبوه اللي هو بيحبوه ف وحتعرفوا ان هو بيحب كل اللي كانوا موجودين بلا استثناء بيحبهم كلهم بلا استثناء مع ان يقول كده جرحت في بيت أحبائي عجب عجب الواحد يقب في بيت الناس بيحبوه بقى ما تطمن لكن لما يكون في بيت أحبائه وتحصل خيانة ده الصعب ده الصعب جدا في القعدة دي حصل حاجتين ركزوا فيهم قوي قوي يهوزة باع وامرأة سكبة الطيب ايه الفرق بين الاثنين خلي بالكو الفرق بين الاثنين هو بالزبط كده اللي حيميز مين في السماء ومين مش في السماء زي بيقول كده ربنا يا سعى المسيح قال يشبه ملكوت السموات شبكة مطروحة في البحر جامعة من كل نوع كل نوع فجذبوها للبر قعدوا بقى يفرزوا الجيادة الجيدة في نوع في مكان والرديقة في مكان تاني تقولي طيب يعني ايه زنبه الرديق ده وايه مسته الجيد يعني مش ربنا خلق الاثنين اقول لك اه ربنا خلق الاثنين بس يا ريت واحنا بنتكلم عن نقطة دي ما تغيبش عننا فكرة اساسية ان ربنا لم يخلق شيء رديق تقولي زي بقى دي تاسي بتقوله في رديق وفي جيد اقولك اه في رديق وفي جيد بس رديق ما ربنا ما خلقوش رديق خلقوا جيد اكبر دي لعلي كده ان ربنا خلق الشيطان رئيس ملايكة رئيس ملايكة لكن الشيطان بتفكيره بتفكيره هو وحنشوف دلوقتي الفرق بقى بين الفرقتين دول يهوزة باع يسوع ركز معايا يهوزة باع يسوع والمرأة سكبت الطيب على رأس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح يقولي الله ايه الفرق؟ بتتكلم عن شخص واحد هو ما فعلا هو واحد بس الواحد ده في نظرة يهوزة حاجة وفي نظرة المرأة دي حاجة تانية وده النقطة اللي يريد نهتم بيها قوي ايه الفرق من الاتنين؟ الحقيقة يهوزة ما عرفش المسيح لكن المرأة دي عرفته وعش كده عايز ركز قوي قوي وكل واحد فيني يسأل نفسه تعرف ايه عن المسيح؟ وقبل ما يسأل السؤال ده هل تعرف ولا لا؟ والسؤال يمتد تعرف ايه عن كتاب مقدس؟ تعرف ايه عن الكنيسة؟ تعرف ايه عن الابدية؟ تعرف ايه عن ربنا؟ هل تعرف ولا ما تعرفوش؟ كل واحد فينا يهتم بالحتة دي لان ابديتنا متوقفة على الحتة دي اللي هيعرف ربنا هيبقى في السماء واللي بيتيق له انه يعرف ربنا مش حيروح السماء مش حيروح السماء بدليل ان يهوزة احنا عارفين اسمه طبعا المرأة دي ما نعرفش اسمها حد فيكو يعرف اسمها فيه ناس كتير يعني حولوا يلفقولها اسم لكن الحقيقة ما هيش ما وصلوش يعني حول يلفقولها اسم ما وصلوش لكن يهوزة احنا عارفينه واحد من الاثناشر الواحد من الاثناشر ده قعد مع المسيح تلت سنين ونص اكل شارب نايم رايح طالع نازل كل الوقت ده مع المسيح ومع ذلك لم يعرف المسيح ما عرفش بديل ان هو اباعه بتمن رخيص جدا اباعه بتمن رخيص جدا يعني انتوا لما اتقرنوا بين التمن اللي اتدفع في المسيح ليهوزة وبين التمن اللي اتدفع للجنود الرومان اللي كانوا موجودين على حراسة القبر ساعة القيامة هتلاقوا ان الجنود خدوا مبلغ كبير جدا بينما يهوزة خد مبلغ ضئيل جدا ليه ده رايح برجليه رايح برجليه بيع انما التانيين بقى الحقيقة استغلوا الموقف استغلال من اربع ما يمكن حملوا ايه راحوا حكوا لرؤساء الكهنة كل اللي حصل ايه كل اللي حصل ده واحد فيه اتنين ستات جم من بعيد اتنين زلزلة تلاتة كائن نوراني زهر رحمد احرج الحجر وقالوا ايه حكوا كل اللي حصل بتكل التفاصيل يعني بشروا بالقيامة فرؤى سايا الكلام قال لهم ايه واعتولوا الكلام لا ما تقولش كلام ده انتوا تقولوا كلام تاني نقول ايه قالوا ايه قالوا ايه ان احنا كنا نايمين قلوا نحنا كنا نايمين قالوا نحنا كنا نايمين ده فيها ايه رقابتنا الطير جندي رماني يطير في وقت ايه يا اسف ينام في وقت شغله ده يقطعوا رابته على طول طي يعني انتوا كنت انتوا بصغرين عن نفسكم وانا بحبتوا بصغرين عن نفسنا فدفعوا لهم مبلغ كبير قوي قوي وخدوه ايه بقى يروحوا يقولوا فعلا الكلام للرؤساء الكهنة وصوا به كنا نايمين لو بلاطس دخلت عليه اهم كسبوا الفلوس طيب لو بلاطس ما دخلتش عليه روح الحقيقة ان احنا حاكينا الحقيقة للرؤساء كان هم دفعوا لنا مبلغ ده اهو بايدين ايدينا عشان نقولك ان هم كنا نايمين بس احنا ما كناش نايمين فدفع خدوا مبلغ كبير جدا انا بأيز اقولك اللي بيبيع المسيح اللي رايح برجليده خد تمن رخيص جدا ومازال لغاية النهاردة الناس بيبيعوا المسيح بأثمان يعني الاسم لاني مش هاوصل لكن الحقيقة انا بقولك ان هو باع يسوع مين يسوع في نظره الانسان الذي اسمه يسوع اللي معرفش عنه حاكم مش اكتر من كده لو انت عيشت معها تسين ونص وشفت كثير وسمعت كثير وعشت معها كويس قوي كل اللي شافوه الاثناشر انت شفته كل اللي سمعوه انت سمعته يتبيعوا لي قال اصلا انا كنت في عالم تاني عارفين زي ايه بزغط زي ما كنا انا في الكنيسة وانا ايه برا الكنيسة وزي ما كنا انا بصلي وبر الصلاة وكون انا قدام الكتاب مقدس وسرحان في اسمي حضرت بس عمليا ما حضرتش ما استفدتش ما استفدتش ودي المشكلة الجيل اللي احنا فيه النهاردة دي مشكلة الجيل اللي احنا فيه النهاردة دايما كده لقى واحد تعبان حبيبي بتقرأ انجيل لا طب بتصلي لا طب بتتروحك تقداس لا ما انت هتعيش ازاي وانت هتعيش ازاي نركز بقى في في المرأس اللي سكبت في الطيب دي وكتلك انها سكبت طيب على مين ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح كنيسة علمتني ان انا لما اتكلم عن المسيح اقول ايه اقول كده ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح انما بقي ايه في بقى لغة يقولك يسوع 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 دي بتاعت يهوزة سمحوني يعني ربنا وإلهنا يعني ايه هو في نظرها رب او هو 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 ما هو رب وإله هي نفس المعنى هي نفس المعنى هي تبعت المسيح من اول لحظة سواء بالعين وبالسمع او بالحس تبعته لحظة لحظة من امتى من اول البشارة تقولي زي الكلام ده كل ده كل دي احداثة حبائي كلها احداث يعني الكل سمع بيها الكل سمع بيها حتى اللي كان في الاماكن الدياء قوي الكل سمع بيها يعني ايه اولا كان بشرط السلطة العذرة بشرط الملك السلطة العذرة ده كان بين الملك والسلطة العذرة حتى يصف النجار مدريش لكن بصرنا لقينا يصبط ايه من اين لي أن تأتي ام رب إلي طوبر التي آمنت أن يتم كل ما قيل لها من قبل الرب قال لها أنت كنت موجودة أنت كنت موجودة لا لا الروح القدس ايه قال لها الروح القدس وبالتالي بالتأكيد اليه صباط قالت الكلام ده الغرها فالساتة دي ونحن ما نعرفش هي مين سمعت أن فيه عذراء جالها بشارة من السماء أن يولد مخلص للعالم يا سمعت وبعدين الرعاة ابتدى يعلن ليهم الميلاد أخبار بصلت وهي برضو متابعة متابعة من غير ما نعرفها زي أي إنسان بيقرأ الإنجيل يعني خلي بالك دي دي واحدة كأنها واحدة بتقرأ الإنجيل بالضبط بس الإنجيل قبل ما يتكتب بس الإنجيل إيه أحداث قبل ما تعرفين طبعا الإنجيل ما تكتبش لحظة بلحظة حدثة بحدثة لا لتكتب بعد مدة كبيرة جدا من صعود ربنا يسوع المسيح لكن الأحداث دي بتعلن أول بول وستتديم تبعاها لغاية لما جه وقت بقى وبعدين ببتدت تسمع أي وسطكم قائم وأنتم لستم تعرفونها مين ده مين ده وشهادة مين يحنى المعبدان وشوية شوية بصت لقيت جموع بتتجمع حوالين شخص وتسمع فبتدت تسمع كل كلمة بيقولها وبعدين بصت ويمكن تكون من ضمن الآلاف اللي كلت من خمس خبزات والسمكتين ممكن أو تكون منهم أو سمعت عنها يا ممكن تكون منهم أو سمعت عنها وممكن تكون من ضمن الناس اللي سمعوا عن ابنة ييروس سمعت عنه وسمعت عن ابن أرمال اتنيين كل ده سمعت عنه لحظة بلحظة كده بتدت تسمع وبتتفعه وكلام ده كلام ده اللي مش بقوله من خيال يعني مثلا هقول لك نموذج اللي بقوله ده المرأة اللي كان علي دي ايه عرفها باللي قالته دي لما تقابلت مع المسيح أو لما سمعت المسيح قريب من التخوم دخلت ارحمني يا ابن داود قالت اشعرفك انت اشعرفك بي عرفت منين واشعرفك انه ده ممكن يشفيلك بنتك عرفت منين عما لا تسمع زي ما عنا بنسمع زي ما عنا بنقرأ الانجيل بس فيه فرق بينا بينا وبينها هي الفرق ايه الفرق ان انا بسمع عن شخص تاريخي اسمه يسوع بس مش هو بس مش هو اللي تكتب عنه في الانجيل يعني ايه مش هو هو اه بس انا انا سمعت عنه مجرد ايه مجرد سمع مجرد سمع لكن هي بقى ايه اختبرت 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 ازاي يعني مثلا لما تسمع ان فيه مره المسيح ماشي في زحمة ورح واقف وسأل من لمسني من لمسك ان حتى ترميس اقول له ايه الجموع تسحمك قال له قوة خرجت مني يا عمام المعروف ده فيه وحدة ميتة ولا حتموت وابوها واقف جنبك وبيتمنى انك انت تجري انت وهو من وسط الزحمة وتروح تشفهاله تقف وتعطل الدنيا اه لا 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 القوة خرجت مني مين لو تب تعمل كده لي يا مسيح يا رب انا عشان خاطر اديها فرصة تيجي تعلن عن ايمانها عظيم امرأة ايمانك يا امرأة ايمانك قد شفاك ايمانك قد شفاك فالستة دي قعدت تتابع المسيح لحظة بلحظة يا اما بالسمع او بالرؤية وتأكدت فعلا ان المسيح ده هو الله المتجسد هو ده المسيح اللي بينتظره اللي تقال عنه كل النبوة في العهد القديم هو ده الشخص اللي تقال عنه كل وعد في العهد القديم هو ده الشخص اللي تقال عنه كل رمز في العهد القديم هو ده هو ده فجت في اللحظة دي وبعدين لقت المسيح قاعد رح تسكبت الطيب على الرأس بتعمل ايه او واحد باقي قال لك ايه خسارة الطيب ده خسارة الفلوس دي خسارة الفلوس دي اما المسيح كشف سر عجيب اوي اوي انها سكبت الطيب على جسدي ها لتكفيني تكفيني يعني يعني ايه تكفيني يعني تكفين ميت تكفين ميت هو المسيح ميت صحيسا ده لسه هيموت ده لسه ده هو لسه عمال يقول لهم ايه احنا داخلين قرشريم وابن الانسان وسلم ويتجلد وابن الاخر وفي اليوم الثالث ايه يقوم ده لسه قاعد معاك قلتنا لا هسبق بقى هسبق وكفنه هو قاعد لانه مش هطول ان انا كفنه وهو نازم على الصليب فده الفرق بين واحد هيخش السماء واحد للأسف مكانه في السماء هيكون فاضي يريد كل واحد فينا يسأل نفسه انا معرفتي ايه زي ما قلت بالمسيح معرفتي ايه بالانجيل معرفتي ايه بالكنيسة معرفتي ايه بأسرار الكنيسة ايه معرفتي بدا كله وايه علقت بدا كله هل هي مجرد اسماء بتتردد حوالي ولا ترى انا ليه عشرة معاها وليه حياة فيها ليه عشان كده لو تاخدوا بالكم هتلاقي واحد زي داود كل كلمة مزاميره بتدل على معرفة حقيقية بالله يقولك ايه الرب رعية دراعي بتاعي دراعي بتاعي الرب نوري وخلاصي مما انا خاب حصني تعالي بقى ميز بين واحد زي داود واحد زي جليات جليات واقف قدام داود طبعا متأكد مليون في المية ان داود دا في لحظات هيكون مش موجود هيسحقه وداود بالتالي من ناحية تانية يقوله انت تأثيني بسيف ورمح وترس اما انا اقتيف بايه باسم رب الجنود ايه اسم رب الجنود دا ايه اسم رب الجنود دا يقولك اسم رب الجنود حصن برج حصين اليه يرقد الصديق وايه ويتمنع داود عاش دا داود عاش الكلام دا عاشه خبرته كده فياريت ياريت بقى نبتدي نكون حياة جديدة مع المسيح ومع كل يعني مثلا انا سألك سؤال ايه المعمودية بالنسبة لك ايه هي المعمودية دي ايه المعمودية بالنسبة لأي واحد جايب اطفاله عشان خاطر يعمتهم في الكنيسة ايه عبارة عن ايه عبارة عن ايه هل تعرف ايه اللي حصل في المعمودية هل تعرف ان في عطيق مات وجديد اتخلق ليه لان العطيق ده وارث من ادم اما الجديد فمراسه زي ما قال داود كده اما انا في مراسي هو الله نفسه انا وارث ربنا انا وارث ربنا ان كنا ابناء فنحن ها وارثة يا طرق الحاجات دي احنا عايشينها ولا كلام غريب علينا ولا كلام صعب بنسمعه ونردده ازاي يا ريت احبائي لو سمحتوا يا ريت لما تيجي الكنيسة اتمتع بوجودك في الكنيسة دي يقولك اذا ما وقفنا في هيكالك المقدس نحسب هسه هسازة هس الاحسازة جي المسيح مثلا ايه انا داخل اتناول داخل اتناول عشان ايه بلاك انا داخل اتناول لان انا رايح مشوار مهم جدا فعايز يعني اخذ بركة قبل ما اروح هو المسيح قال كده هل المسيح قال كده قال من يأكل جسدي عشان يروح مشوار ينجح فيه ما قالش ما قالش كده الجسدي يعطى ها لغفران الخطايا من يأكل جسدي يحيى بيه من يأكل جسدي يثبت فيه وانا فيه من يأكل جسدي اقيمه في اليوم الاخير وعطيه حديثا هادي التناول هادي التناول هادي التناول انما احنا على فكرة بنمارس حاجات كتير جدا او اولينا كنوز نعمة مش مدركين قد رح فارد بلاش ان احنا يعني انت هنعمل زي يهوزة اللي سلم يسوع ولا يطرح ان يعمل زي المرأة اللي انها بعرفش اسمها وسكبت الطيب على رأس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لإلهنا المجد الدائم للأبد أمين